السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن تحدث رئيس الاتحاد الجزائري في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية عن الدورة الودية التي سيلعبها رفقاء رياض محرز خلال فترة توقف الدولي لشهر مارس القادم وقال رئيس الفاف والد صادي تتشرف الجزائر باختيارها من قبل الهيئة الدولية لاستقبال أول نسخة لهذه الدورة الدولية وأضاف والد صادي الجزائر ستشارك في هذا الموعد رفقة منتخبات بوليفيا ألبانيا وجنوب إفريقيا وتبع صادي موعد الدورة سيجرى من 18 إلى 26 مارس 2024 أي في شهر رمضان الكريم كما أكد والد صادي ستتم عمليات القرعة من أجل تحديد دور نصف النهاء إلا داني سيتم خوضهما بملعبي ميلود هدفي بوهرا والتاسع عشر مايب عن نابا بينما يلعب النهائي بملعب نيلسون مونديلا ببراقي كما أكد والد صادي بأن العدد من الشخصيات المهمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم ستكون حاضرة وبنسبة أقل سيكون رئيس الفيفا متواجدا في هذه الدورة بالجزائر وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد